أقر مجلس الشورى في جلسته التي عقدت برأسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أقر مشروع قانون بشأن النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم 86 لعام 2014 بعد بحث التقرير التكملي الثالث للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن النظافة العامة استطاع مجلس الشورى أن يوافق على توصية اللجنة بتعديل بعض مواد القانون أنهينا كمجلس الشورى قانون النظافة كان متبقي مادتين أنهاهم المجلس اليوم المادة الأولى كانت متعلقة بترك السيارات المهملة في الشوارع والمجلس كما اتضح اليوم أن نوافق على هذه المادة بالنص المقترح من لجلة المرافق العامة والبيئة وكذلك المادة الأخرى المتبقية والأخيرة وهي المادة المتعلقة بالعقوبات لمن يخالف قانون النظافة في رأيي أن هذا يعتبر إنجاز كبير للجنة وكذلك مجلس الشورى وللبحرين عموما أن يكون هناك قانون يعني بالنظافة لجنة الخدمات قدمت تقريرها بحصوص مشروع قانون بتعديل المادة 2 من القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين حيث صوت المجلس بالموافقة على التوصية المؤيدة لمشروع القانون نحن في لجنة الخدمات يعني أصرينا وجبنا المبررات على أن أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبية يجب أن تستفيد من هذه الإعانات التي تصرف من قبل وزارة العمل والتنمية فحمد الله عقومة صار يعني نقاش طويل وعريض استمر لأكثر من ساعة ونصف تقريبا وفي وجهات نظر مختلفة إلا أن الجميع كان يعني متفهم لمقترح أو لتوصية اللجنة وفي ختام الجرسة رفض المجلس للمرة الثانية مشروع قانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق لدعم الصيادين البحرينيين بسبب غموض مشروع القانون بالنسبة لضوابط الاستحقاق سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين